لا فئة تنكتب عليها السلام على الأرض والأم وبناتها مقيدات كثير من الناس يلتقتون ويحملون صورا لعائلتهم وهم يحتفلون على طريقتهم بمناسبة عيد الميلاد الجديد لكن البعض يوالغون في تفردهم هذا الرجل الذي يرتدي الأحمر ويقول لنا بأنه ما زال عرصا على الرغم من كبر سنه من خلال رقصات التعري وقمصانه عفوا لكن المنظرة موسير للشفقة في تلك الأثناء كانت إحدى عوائل الوزيانة تتأمل وتبحث عن صورة لميلاد 2015 تقلب الموازين وفريدة من نوعها والنتيجة كانت مرعبة لقد انتشرت الصورة على فيسبوك النرفي الهشيم بعد أن حملوها قرر كل من لين وجيم جونسون التقاط صورة للأسرة والتقييد الإناث فقط وكم أفواههن بشريط لاصق لقد كانت فكرة الأم لين بعد ربطهن بأكبال الإضاءة حمل لافتة تقول السلام على الأرض بينما يرفع ولده الصغير إبهمه موافقا فهل فهمتم المغزى؟ حسنا أراد أن يقول إذا أردتم السلام كنوا أفواه نساء من حولكم أو حتى قيدوهن فهل فهمتم المعنى الآن؟ ضحك الكسيرين على فكرة الصورة بينما أصيب أخرين بالرعب وتقول المصورة أنا هوكز أنها تلقت تهديدات من كل حب وصوب وصلت إلى ألمانيا فما رأيكم يا سادة؟ هل تظنون أن فكرة الصورة مضحكة؟ ولا تحتمل أكثر من القول بذلك؟ أم أنها ضرب من القمع لحرية المرأة وتعزيز الزكورية السائدة؟ اشتركوا في القناة